السلام عليكم طالبتنا الأعزاء ومحاضراتنا لهذا اليوم التنظيم الفني للقرض العام يتطلب عقد القروض العام توفر جملة من الشروط التي تتعلق بعملية إصدار القرض وطرق انقضاء أو الانتهاء من أعباء المالية المترتبة عليه نأتي إلى النقطة الأولى شروط القرض العام وطرق صدورة ماذا نقصد بعمليات القرض العام؟ عمليات القرض العام هي تلك العملية التي تحصل الدولة عن طريقها على المبالغ المكتب بها من سندات القرض من المكتبين مقابل تعهدها برد المبلغ مع الفوائد وفقا للشروط المنصوص عليها في العقد إذن عمليات القرض العام هي عملية تكون بين طرفين الدائن اللي هم المكتبين والدولة اللي هي المدينة الدولة هتحصل على الأموال عن طريق بيعها للسندات إلى الأفراد مقابل حصولها على هذا الأموال تلتزم الدولة برد هذه المبالغ إضافة إلى الفوائد في خلال المدد أو الفترات المحددة لانقضاء القرض علما أن صدور القرض لا بد أن يصدر بموجب قانون هذا القانون يصدر من قبل السلطة التشريعية وهذا في مختلف الدول وفي مختلف دساتير معمول به السلطة التشريعية هي التي تصدر القرض كما هي التي تصدر الضرائب شروط القرض العام ماذا نقصد بشروط القرض العام؟ شروط القرض العام هي مجموعة الأوضاع التي تحيط بإصدار القرض التي تنظم إصدار القرض من حيث أولا قيمة القرض اثنين شكل السندات ثلاثة سعر هذه السندات والفائدة المقررة فضلا عن المزايا والضمانات إذن هذه الشروط كلها أو جميعها عفوا تحدث من قبل القائمين على تنظيم القرض من قبل السلطة التشريعية التي تجيز صدور القرض فإذن نحدد قيمة شكل السندات سعر السندات الفائدة المقررة والمزايا الممنوحة للمقتتبين وعشرنا سابقا أنه يصدر بقانون من قبل منه السلطة التشريعية نأتي على النقطة الأولى اللي هي أولا قيمة أو مبلغ القرض القرض عند صدوره يصدر بطريقتين إما يصدر المبلغ أو قيمة القرض تكون محددة هذه أليف تكون محددة أو يكون با غير محدد قيمة القرض أنا كدولة أريد أقترض من الأفراد أو من مؤسسات أو من مصارف بأحدى الطرق إما أحدد قيمة القرض مبلغ القرض أنه أنا أحتاج عشر ملايين واقترض على هذا الأساس أطرح سندات للاكتتاب بقيمة العشر ملايين أحدد كمية السندات اللي هتغطي لها المبلغ أطرحها خلال فترة معينة بانتهاء الفترة أو بانتهاء حصولي على هذا المبلغ ممكن ينغلق باب الاكتتاب على شراء السندات في حال حصل خطأ وتم بيع سندات بالنسبة أكبر من حجم القرض باني أحتاجه ممكن هنا أقلل من قيمة المبالغ المالية المحددة للسندات على أن لا يظهر صغار المكتتبين بهذا الأمر هذا الطريقة الأولى أنه يكون مبلغ القرض محدد الطريقة الثانية اللي هي أفتح باب الاكتتاب وأبيع سندات بس أنا هنا ما محددة مبلغ القرض اللي أحتاجه قلت أنه أنا أحتاج قرض وفتحت باب الاكتتاب وحددت مدة للاكتتاب بس ما حددت مبلغ القرض اللي أنا أحتاجه وهذا يصير بحالتين إما أنه الدولة تحتاج إلى مبالغ ضخمة الدولة تحتاج إلى مبالغ ضخمة وممكن إذا أعلنت عن هذا المبلغ الأفراد أو المواطنين يعكفون عن الاكتتاب لأن خوفهم أنه الدولة تمر بأزمة مالية فلهذا تحتاج هذا المبلغ فمعدهم سقائب مالية الدولة فما يكتتبون فلهذا الدولة ما تحدد المبلغ فقط تفتح باب الاكتتاب أو في حالة أنه الدولة تريد تعالج مشاكل اقتصادية أو أزمات أو حروب مثلا في حالة التضخم الدولة تريد تحارب هذه الأزمة أو تقلل من خطر أزمة التضخم بس الدولة ما عندها تقدير محدد للمبالغ اللي لابد أن تسحبها من السوق المالي على مود تقضي على التضخم يعني أنا عندي مشكلة التضخم والتضخم قلنا هو ارتفاع بالأسعار أنه الكمية اللي موجودة أكو مال أكثر من السلع اللي موجودة بالسوق إذن أنا أريد أمتز جزء من هاي القوة الشرائية جزء من هذه الأموال على مود أعالج التضخم على مود تكون عندي مساواة ما بين المعروض من السلع والأموال اللي موجودة أو القوة الشرائية اللي موجودة على مود ما ترتفع عندي أسعار وما تدن قيمة نقوتي فأحاول أسحب جزء من هذه القوة الشرائية فأمكن أنا هنا ما أحدد قيمة القرض لأنني ما أعرف الحد اللي ممكن أصل من سحب الأموال من الأسواق على مود أعالج هذه المشكلة فلهذا أنا ما أحدد مبلغ القرض فهنانا قلنا إما قيمة المبلغ تكون محددة أو تكون غير محددة طبعا هذه النقطة الأولى لماذا أنني ما أحدد قيمة القرض النقطة الثانية اللي هي شكل سندات القروض السندات اللي تصدرها الدولة تكون على ثلاث أشكال أولا سندات اسمية اثنيا لحاملها ثلاثة المختلطة هنحاول نوضح كل نوع من أنواع السندات السندات الاسمية اللي هي من اسمها سندات اسمية تحمل اسم مالكها والشخص اللي يشتري هذه السندات أنا أكتب ويد دولة أدفع لها قيمة السند هذا السند سيسجل باسمي في سجل موجود وين؟ سجل الدين موجود في وزارة المالية بهذا السجل حيسجل اسمي كحامل لهذا السند من مزايا هذه الطريقة أنه تحمي سنداتي في حال سرقتها أو ضيعها الشخص اللي هيسرقها أو في حال ضاعت من عندي ما هو ممكن يستفاد من هذه السندات لأن هذه السندات مسجلة باسمي من عيوبها أنه إجراءات روتينية وقد تتطلب وقد في حال بيع سندات إلى شخص آخر لازم راجع وزارة المالية على موت تتحول هذه السندات من اسمي إلى اسم الشخص الآخر وهذه تتطلب وقد النوع الثاني من السندات اللي هي السندات لحاملها أي أنه الشخص اللي يحملها هو اللي يملكها من مزايا هذه الطريقة أنه تتجاوز الروتين اللي موجود بالطريقة الأولى وسهولة تداولها ما بين الأشخاص وسهولة بيعها من شخص إلى آخر لكن من عيوبها أنه في حال سرقتها أو ضيعها فهو الشخص اللي أصبح مالك إلها هو اللي هيستفاد من المزايا اللي توفره هذه السندات أما الشكل الثالث من أشكال السندات هي السندات المختلطة اللي هي تدمج ما بين السندات الإسمية وسندات لحاملها فتكون إسمية من حيث قيمة السند الأصلي تكون إسمية أي أنه الشخص اللي يملكها حيسجل اسمه بسجل الدين في وزارة المالية ويعتبر أنه هو المالك الأصلي لهذه السندات لكن تكون لحاملها من حيث إصدار قسائم إضافة إلى هذه السندات تكون بقيمة الفوائد هذه القسائم ممكن تكون لحاملها أنه أنا كشخص السند باسمي بس وجود أيضا ويا السند أكو قسائم اللي هي قيمة الفوائد اللي حتندفع على مبالغ السند اللي أمتلكه فهذه الفوائد ممكن تكون لحاملها يعني ممكن أنه أبيعها لأي شخص وأي شخص يحملها هو يعتبر المالك لها فهنا ندمجت ما بين الطريقة الأولى والطريقة الثانية ثلاثة سعر الأصدار والفائدة يصدر القرض بأحد السعرين أولا سعر التكافؤ أو بسعر أقل من سعر التكافؤ إذا كانت قيمة الأصل زائدا الفائدة للسند هي 100 دينار فهنا هذه القيمة يطلق عليها أنه صدر قيمة السند بسعر التكافؤ اللي هو المبلغ الميد دينار اللي هو قيمة السند الأصلي إضافة إلى الفائدة فهنا نقول أنه صدر السند أو القرض بقيمة التكافؤ بسعر التكافؤ أما إذا كان الزارة بقيمة أقل يعني قيمة السند 100 بس أنا كدولة أجيت بعتها بـ 95 لما أبيعها بـ 95 هو قيمة الأصلية اللي مستجلة بالسند بس أنا أجي أبيعها بـ 95 هنا سيكون بسعر أقل من سعر التكافؤ إذا كانت إذا كانت أموال موجودة ومتوفرة في السوق المالية فهنا أبيعها بسعر التكافؤ أما إذا كانت أكوشحة بالسوق المالية أو أكو منافسة من قبل القطاع الخاص من قبل وجود فرص استثمارية بالقطاع الخاص فأني من أجي أبيعها بسعر أقل من سعر التكافؤ يعني من أجي أبيعها بـ 95 للمكتتبين بس المكتتب من يجي يرجع لي قيمة هذا السند أنا حاخذة من عنده بـ 100 مو 95 أنا بعتليها بـ 95 بسعر أقل من سعر التكافؤ بس لما يجي يرجع لي قيمة السند حيرجع لي إياها أنا حدفة 100 إضافة إلى الفائدة فهناني صار أكو فرق بالسعر ما بين اللي هو هذا الخمسة بالمية إضافة إلى المبلغ الأصلي وسعر الفائدة يعني كأنما صارت زيادة خمسة بالمية هذا يستفاد من عندها منوع المكتتبين لما نحدد سعر الفائدة لما نحدد سعر الفائدة لابد أن نراعي مجموعة من الاعتبارات على أي أساس أنا أحدد سعر الفائدة ثلاثة بالمية أربعة بالمية خمسة بالمية على أي أساس تحدد الدولة حالة السوق المالي نأخذ بنظر الاعتبار سواء كانت الأسواق الداخلية أو الخارجية الخارجية طبعا في حالة أنه إذا كان القرض خارجي نشوف حالة السوق يعني سعر الفائدة اللي موجود بالسوق مركز الاعتمالي للدولة حجم مبلغ القرض كلما كان المبلغ المحاضرة السابقة أخذنا القروض المتوسطة والقصيرة وطويلة الأجل كلما كان مبلغ القرض أو مدة القرض طويلة كلما شيء يزيد عندنا سعر الفائدة على متأغري الأفراد بالتنازل عن أموالهم والاكتتاب مع الدولة لازم نأخذ بنظر الاعتبار التغيرات التي تحصل بسعر الفائدة وأيضا المزايا التي تمنحها الدولة عند الاكتتاب معها ودائما يجري العمل أن الفائدة تدفع على أساس المبلغ مع الفائدة تحاول الدولة أن تكون على قصتين كل قصت يعني كل ستة شهر يكون قصت أقل من هذا ممكن يضر صغار المقرضين وأكثر من هذا ممكن يرهق كأهل الدولة ويحملها أعباء مالية أكبر نأتي على النقطة المهمة التي هي المزايا المزايا التي تمنح للمكتتبين ولا بد أن ننشر هذه المزايا هي المزايا للأفراد المكتتبين مع الدولة هذه المزايا تمنح للأفراد المكتتبين مع الدولة القطاع الخاص أو المصارف التجارية في حال اقترضت من الأفراد لا يمكن تمنحهم هذه المزايا هل نجي نوضح أو معظم هذه المزايا نجي نوضح ليش الدولة ممكن أو الحكومة تقدم هاي المزايا ما تقدمها القطاع الخاص أو المصارف الخاصة مكافأة السداد مكافأة السداد قبل شوي شرحت لكم قلت لكم لما الدولة تبيع السند بأقل من سعر التكافؤ تبيع بـ 95 هذا الفرق ما بين الـ 95% من يرجع الأفراد أو المكتتبين يحصلون على الأموال هذا الفرق هو يعتبر مكافأة السداد إضافة إلى المبلغ الأصلي وسعر الفائدة اثنيا جوائز اليا نصيب ممكن تكون الدولة تقدم جوائز يا نصيب من خلال قرعة ويفوز بها بعض الأشخاص هيتمثل جوائز يا نصيب النقطة الثاثة اللي هي إعفاء السندات وفوائدها من الضرائب أنا كدولة ممكن الأشخاص المكتتبين معي مع الدولة وأقرضوا أموالهم للدولة واكتبوا وقاموا بشراء سندات الدولة ممكن هاي الأموال اللي يحصلون عليها أو إضافة إلى الفوائد هذه الأموال أعفيها من الضرائب إضافة أنه أنا ممكن أقبل هاي الأموال بتزديد الضرائب عفوا ليس الأموال السندات أنا كدولة أشخاص مكتتبين وقاموا بشراء السندات وأقرضوني أموالهم نهاية السنة المالية هؤلاء الأشخاص عليهم ضرائب ضريبة الدخل ضريبة عقار أي نوع من أنواع الضرائب ممكن هؤلاء الأفراد يستخدمون هذه السندات بسداد أموال ضرائب يعني يجي دائرة الضريبة يقدم لي السندات اللي يكتب بها مع الحكومة مع الدولة مو السندات اللي يكتب بها مع مصارف تجارية أو مع مؤسسات خاصة لا الدولة ما تقبلها فقط السندات الحكومية فممكن أني أستخدمها أو أقبلها في تزديد أموال الضرائب إضافة إلى نقطة مهمة أن الدولة توفر للأفراد حماية من انخفاض قيمة النقود والتقلبات اللي تحصل بقيمة النقود الانخفاض اللي يحصل بقيمة العملة الوطنية كيف ممكن أن تحمي إما تربط قيمة هذه العملة أو المبالغ اللي أقرضوها للدولة بسلع عينية أو من خلال ربطها بأسعار الذهب علما أنه ربطها بأسعار السلع العينية ممكن يأرضها للتقلبات أسعار الذهب ممكن ترتفع وتنخفض أسعار عملات صعبة ممكن أيضا أرضها للتقلبات فأفضل طريقة أفضل طريقة أنه يتم ربط القرض بقيمة بالأرقام القياسية للأسعار ليش بالأرقام القياسية للأسعار لأنه هنا الدولة ستأخذ بنظر الاعتبار عند رد قيمة القرض التغيرات التي حصلت بالقيمة النقدية أي تقلبات ممكن هذه تحملها على سعر السلع فممكن أنه هنا الأفراد يستفادون أنه ما هيخسر ليش لأن أي تغيير ارتفاع أو انكفاض هيكون محسوب فممكن الدولة تعوض هذه المبالغ في الدولة هذه المزايا تعتبر من أهم المزايا إضافة إلى المزايا الأخرى ليش لأنه هنا تحمي قيمة نقدية للمبالغ التي أقرضت لي من التقلبات التي تحصل في الأسعار نتيجة أزمات أو حروب أو أزمات اقتصادية أو سياسية تحصل المحاضرة التي هذا اليوم انتهت إن شاء الله المحاضرة الجاية نتناول طرق أصدار القرض العام شكراً لكم